هل فعلاً فيه مصطلح اسمه الخرس الزوجي؟ بالتأكيد ده مصطلح طبعاً بقينا نسمعه كتير في الفترة الأخيرة الخرس الزوجي الخرس الزوجي أو الصمت الزوجي لما الناس بتحب تسميه باسم يعني شوية كويس يعني طبعاً الخرس الزوجي الحقيقة بيبقى عبارة عن إن الزوجين موجودين في نفس المكان لكن ما فيش تفاعل ما فيش تواصل بشكل جيد مع بعضهم البعض يعني بيبقى فيه الرد الجاف طبعاً لما يبقى فيه حد فيهم بيكلم التاني أو الاقتضاف في الكلام ما يسترسلش في الكلام مع شريك حياته يعني طبعاً هي العلاقة الزوجية المفروض أنها قائمة على الود والتعاون والتفاهم والتواصل لما بتحصل حاجة زي كده أكيد بيكون لها أسباب قوية جداً وطبعاً ده على خلاف اللي بيبقى موجود بقى في فترة الخطوبة يعني طبعاً في فترة الخطوبة بنقول نتكلم 24 ساعة هو الكلام بيروح فين يا دكتور؟ آه هي دي بقى المشكلة طبعاً إحنا في فترة الخطوبة بتبقى الحكاية فيها يعني فرط مشاعر بنيجي بقى بعد الجواز تبص تلاقي أن كل واحد فيهم بيلزم الصمت ده اللي بنسميه الخرص الزوجي حاجة طبعاً مش طبيعية وهي حاجة سلبية لأنه أحياناً بيكون الصمت إيجابي يعني لما بيكون في مشكلة والفرد بيسكت علشان يتجاوز هذه المشكلة أو بيشوف الطرف اللي قدامه منفعل أوي فبيسكت علشان يهدى فده إيجابي لكن الخرص الزوجي بيبقى في معظم الأوقات أو في كل الأوقات وبيبقى بنسميه سلبي لأنه المفروض في الوقت ده أنت تكون بتتفاعل وبتتكلم مهم